رايحنا عايزين الهدير اللي جاية المقشر البيلينج البيلينج اوف بقى اللي هو عامل ضجة جدا جمدة في لندن لانه انا ما اعتمدش بس على السكر زي اوروبا كلها انا بقيت ادخل السكر مع القرز المطحول ليه بقى؟ علشان اخد اكبر كمية تأشير وعلاج كمان في نفس الوقت يعني ده ينفع للجسم كله يعني مقشر ده للجسم احنا عملنا حاجة للوش وده للجسم بزبط اوكي فحنبتدي باسم الله الرحمن الرحيم المقشر ده اهاتي بولا اهاتي بولا او راي واند كمان هاتي الاول الروز المظلقات المصري اللي هي انت بتكلينها روز ده هو مفتاحك هتعملين ايه في الرز هتتحانين الرزو في كبة انت اشتري كبة انت رايحينا هنا اهو روز المطحون واجه روزة سليمة ناو الروز المطحون برضو علاج للتقعيد اوكي اوكي بالتقريب الكمية لحسب لو هتعملين وشك اندر ابتك لا جسمي جسمك ملعقتين عايزة تحطيها تلاتة تلاتة روز مطحون اوكي الحاجة التانية هي السكر البني يستحسن لكن علشان بيديكي تأشير اكتر من السكر الابيض ناو لو السكر ما تطلعيش ايش ايش بسانتوروفيش الابيض بتاعنا لا 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 سكر بني سكر بني واثنين او تلاتة معادلة التلاتة روز يعني هنا تلاتة هنا تلاتة ده بارتمانات بلاستيك مصر ناو علشان انا اخد تأشير وعدم جفاف يا عفاف خلي بالك معايا ناو محتاجة مادة اسمها جريسلين بتدخل في كل مونتجات العالم بتحطي بالتقريب ملعقة كبيرة من الجريسلين علشان التأشير يمشي صح يبقى نعم وما يعوضنش ياس وكمان الصبار اللي مالصيدلية بردو ملعقة كبيرة من الصبار علشان علاج الحبوب لو عندك حبوب ما ترح اي ميكوب نسيتي عند نمتي بي اوك تعملين كده وتنامي بالميكوب نظافي نظافي بدا نظافي بدا طيب ياس تمام علشان اخد غسول مع التأشير يبقى انا محتاجة اي صبونة حلوة انتوا عارفين اسمها مش هقول اسمها مبشورة صبون ابيض معروف جدا في السوق عندكم هنا مش هقول اسمه مبشورة ناحية الخشنة وبتاخدي منه برضو ملعقة كبيرة زوية زوية عشان ده بالجسم كله اوكي بس هيبقى تقيل اوكي لما بنحط كمية كافية تبتدي تدمجين الصبون المبشور ممكن نحط نيشا؟ لا مش هيبقى مقاشر هيبقى ماسك انا عايزة مقاشر لانه ده في صبون وعليه جريسلين ناقص للجزين هند النيشا مش هينفع مع الوصفية دي خلاص انا بسأل عشان تقول زيت الجزين جوز هند ملعقة كبيرة عشان يبقى طالي ويلمع عشان ما يسيبليكيش اثر جفاف بعد التأشير الفكرة في الجريسلين مع جوز الهند ان انتي بتاخدي خلطة فعلا بتديكي جود افاكت بعد لما بتخلصين بتلاقي نتيجة مش محتاجة لكريم ولا مرتب بعد المقاشر ده اولا انا مش هتحكي عليكي انا بحس احيانا ان انا بضيع فلوسي لما بشتري اي مقشر من بر ولا اي كلام حقيقي لانه مش ممكن انا كل مقشرات يازل تبقى طبعية يعني ديه بالنسبة لهم تكلفة عالية طبعا فانتي لما تعملين بشرة نص صبونة وشليها في البرتمونة شوية رز وشليه في البرتمونة شوية رز وشليه في البرتمونة ووطحنه وشوية سكر بس ادماغي كله ما بادياته بشوية زيت زاتون زيت جوز هند زيت جوجوبة اي زيت على ما زيبي خلطوا بقى فل له والتأشير بيديكي فعلا نتيجة جبارة جبارة يعني بصي ركزي الكاميرا على ايدي وبصي تأثير المقشر بعد لما بتعمليه جسمك كله تقداري تحطي اي لفندر تقداري تحطي اي فيتامين اي اضافاتك اللي بتحبي ترتاحي على ريحتها انه حقيقي بجد بجد الملمس بصي انتي تقدري تلمسي اسئلة الملمس حلوة اوي اسئلة بس شخصية كده ممكن احط معلقة باودر اللي بانتدكر اوف كورس انا عمليها عندي في قناتي عملة مقشر اللي بانتدكر لا مع الفكرة دي انا عمليها بشكل مختلف كل مادة ليها مادة اللي بانتدكر بدخل معاه قشر البيض اللقين فكرة المطحون ليه بقى علشان اللي بانتدكر بيلزق على الجسم في مادة سمغية لكن قشر البيض بيحرك المادة السمغية وتعمل احتكاك في البشرة انا ناو عملت ايد واحدة لو لمست ايدي دي و ايدي دي هتلاقي فرق في اللمس لا لا فرق في اللون واللون نضفت اكتر والصابون شوية مية بعد اللي متعملين تأشير مشطفك نفسي في كل مادة بيرغي بيرغي يبقى انت كده وفرتي شاورجل ووفرتي غسول الجسم بمقشر واحد من مكونات في بيتك اشتركوا في القناة